ممكن يحصل تبرع وانا يحس الناس على التبرع بالمواد التعليمية او الحاجات اللي تساعد يتقدم في الكنيسة ويمكن كلكم شفتوها فقتوا حبوني وديك هتقوم مرة نطبقها يعني انا هديكم مثل انا كواحد في كوليت سيدالة كنا بتستخدم ميكروسكوب عشان نبص على حاجات معينة لمدة سنة وكوليت الطب بنفس الكلام هذا الميكروسكوب بيتركن اشترناه هتلاقيه مركون عندي في البيت طب انا لما عن الكلام ده وييجي والطلبة تاخده وتتبدله مع بعض يبقى انا وفرت الراجل اللي في كوليت هندسة اللي بيستخدم اللوحة الهندسية والرسم المساطر والحاجات اللي بيشتغلوا عليها ناس كتير جابت حاجات مثل هذه وخدوها طلبة في كوليت هندسة نبدأ نعمل تكافل بين الناس وبعضها الحاجة اللي عندي في البيت ما بيستخدمهاش اقدمها الغيري مثلا عندي كتب خارجية كتب الخارجية المناهج ما ضغيرتش في السنة دي يبقى اللي في سنة تالتة يدي اللي في سنة تانية وهكذا يعني ده دورنا ككنيسة نستطيع نوفر العلاقات دي مع بعض وتعمل جزء في الكنيسة اللي خلص دراسته في كتب دي جابها يحطها ييجي اللي داخل بدل ما يشتري الكتاب الخارجي بألف جنيه ولا تمنمائة جنيه وبعا كده الأب عنده أربع عيال هجيب له في كل مادة بكمدة مادة واحدة بألف جنيه وتونمية جنيه أرقام تخط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر www.atohipboni.org Atohipboni is tax-exempt as described in Section 501c3 of the Internal Revenue Code. All donations to Atohipboni are tax-deductible.